السلام عليكم ورحمة الله. كيف حالكم يا اصدقائي? اتمنى يا ربي تكونوا بخير. اهلا بكم احمد صالح. بلقاء جديد في برنامجنا الباوربوينت وصناعة المحتوى التفاعلي. بلقاء اليوم راح نقدم عبر اه الانتقال المعروف انتقال مورف او تأثير مورف وكيفية تصميم بنر الانتقالات بين الشرائح بنمط جدا جذاب ورائع للغاية وامكانيات جدا بسيطة وقليلة. قبل ما نبدأ احبابي بلقاء اليوم اطلب منكم حبا وفضلا وتكرما ضغط مفتاح اللايك وتترك تعليق تساهم معي بيصال الفيديو من خلال هذا الدعم المقدم من قبلك الى اكتر الاشخاص احتياج الى هذه المعلومات. وايضا اذا كن ضيف جديد على قناتنا منتشرف فيك اضغط مفتاح الاشتراك وفعل مفتاح الجراس ليصلك منا كل جديد ولا تنسوا زيارتي على قناة حكاية شغف. اكيد انا اكون ممتن لحضراتكم بزيارتي على حكاية شغف. اللي راح يكون رابط القناة بصندوق الوصف ان شاء الله. وايضا ازا حبيت انك تشوف العديد من اعمالنا على برنامج الباور بويد. ايضا راح تشوف اهم الاعمال بروابط خاصة في صندوق الوصف ايضا ان شاء الله. ويا مباشرة لحتى نبدأ مع بعض بلقائنا لهذا اليوم. اهلا بكم احبائي مرة تانية. راح نبدأ ببرنامج الباور بوينت بشريحة فارغة وراح انقر باليمين ومن تخطيط راح نختار تخطيط فارغ. يعني عندي يا شريحة فارغة. راح ابدأ اول شيء بوضع الخلفيات او الصوريات لعدد الشرائح راح اشتغل عليهم. افترض انه انا راح اشتغل بخمسة بخمسة افكار لخمسة شرائح. فرح اكون انا محتاج عندي خمس خلفيات. فمنتوجه الى ادراج ومن الصور راح انقر على صور من هذا الجهاز. ومن سطح المكتب المكاني اللي انا محمل في الصور. راح احدد خمس صوريات لا استخدمهم بمشروعي اليوم على سبيل المسال. خلني ازغر شوي. اسحب الصور الى خارج فراغ العمل. راح اخد اول صورة. اول صورة. وبتوجه الى قص نسبة العرض الى ارتفاع ستعاش على تسعة. وانقر اقتصاص مرة تانية. ومن المحاذاة الى اليسار ومن ثم الى الاعلى. بنقر على مقبض الزاوية وبنقر مع السحب لحتى نحنا نوسع الصورة على قدر الشريحة بالضبط ومنعطيه ارسال الى الخلفية. نفس المبدأ بجي الى الصورة التانية. وبنرجع الى اقتصاص. نسبة العرض الى ارتفاع ستعاش على تسعة. بنفعل اقتصاص مرة تانية. وايضا بختار محاذا الى اليسار. ومحاذا الى الاعلى. بنرجع بناخد مفتاح اول مقبض الزاوية. وبنقر مع السحب لحتى نضبط مساحة الصورة على قدر مساحة الشريحة بالضبط. وبنعطي ايضا ارسال الى الخلفية. وبنختار الصورة يلي بعدها بنفس الاعداد نسبة العرض الى ارتفاع. ستنعش على تسعة. بنقص مرة تانية. والمحاذا الى اليسار. ومن ثم الى اعلى. وبالمقبض الزاوية. بنقر مع السحب لحتى نضبط مساحة الصورة على قدر الشريحة بالضبط. وبنختار نقل الى الخلفية. بنرجع بناخد الصورة يلي بعدها بنفس الاعداد نسبة العرض الى ارتفاع ستنعش على تسعة من قص مرة تانية ومحاذا الى اليسار ومحاذا الى الاعلى. وبنقر مع السحب لحتى اضبط مساحة الصورة على قدر الشريحة بالضبط. وكمان نعملها ارسال الى الخلفية. بقي عندي الصورة الاخيرة. ايضا نسبة العرض الى ارتفاع ستنعش على تسعة ومنقص مرة تانية محاذا الى اليسار ومحاذا الى الاعلى. ومنسحب من المقبض الزاوية لحتى تكون معنا الصورة على قدر الشريحة بالضبط. بمعنى الان انا بالشريحة الاولى لما راح اشغل عرض راح يكون معي الان هيدي الصورة الموجودة. راح انقر باليمين وبتوجه الى تنسيق الصورة. وبنختار الخصائص. ومن تحسين الصورة. السطوع راح انقلله شوي. لحتى يكون في عندي عتامة للصورة. بحيس تكون عندي اياها الصورة بعتامة. والشكل يلي راح نضعه والاشكال راح نضعه على الصورة. هي راح تكون الاكتر سطوع. راح نتوجه الى ادراج. ومن الصور هذا الجهاز. انا محضر بعض الرسومات الانفو جراف. راح استخدمهم بالشرائح. انت كمان بيكون محضر عندك مجموعة الافكار راح تقدم فيهم يعني الافكار بشكل عام ضمن هذه السلايدات. راح نحض كل الاشكال خارج الشريحة. الان اللي انا حصلت الى حد الان الصوريات مرتبها بخلف بعض. وعندي خارج نطاق العمل رسومات الانفو جراف. طبعا انت يكون محضر نصوص محضر كل الاشكال. لكن الان كله راح يكونوا معي بشريحة واحدة. الان خلني اتوجه الى ادراج. ومن الاشكال راح نختار المستطيل. راح انقر مع السحب لحتى ارسل مستطيل معي. بهذه المساحة بهذا المكان. راح انقروا اسحب لليمين واليسار. لحتى نعطيه ابعاد اضافية. لانه هذا المستطيل راح يكون معي متحرك يمين ويسار ضمن الشريحة. خلنا اختار محاذة الى الاسفل. وبنختار كمان التوسيط. محاذة الى الوسط حتى يكون معي في منتصف الشريحة. الان الاطار راح نختاره عندي اياه بدون اطار. والتعبئة خلني اختاره وليكون من الالوان الخلفية. يعني اي لوم الالوان الخلفية. ربما يكون معي مسلا متل هذا اللون. وبختار شهافية الالو لحتى يعطيني مظهر جميل للغاية. الان راح توجه الى ادراج. ومن اشكال نختار شكل بيضاوي اضغط مفتاح الشفت وبنكر مع السحب. لحتى ارسم دائرة معي بهاي المساحة. خلني نكبر شوي. وليكون معي تكون مسلا بهيدي المساحة بالضبط. خلني اختار محاذة الى الوسط. لحتى يكتبوه معي في منتصف الشريحة بالضبط. الان بتوجه الى ادراج ايضا ومن اشكال خلني اخذ شكل المسلس. بنكر مع السحب لحتى نرسم المسلس. من الاستدارة نعمل انعكاس عمودي. تمام? خلنا كمان نوسع شوي. وبنضع رسمتنا او المسلس يكون معاي بهذا الشكل بالضبط. وكمان نختار محاذة الى الوسط لحتى يكون معاي في وسط الشريحة. بضغط شفت. بنكر على المقابض اليمين او اليسار. لحتى نوسع معنا بهذا الشكل بالضبط يا اصدقائي. طبعا ارتفاع عندي اياه ازا كان فيه زيادة. راح نقل الارتفاع شوي. ونسحبه ونضغط نفتح الشفت للأعلى لهذا الحيز تماما. خلني اختار نقل الى آآ مستوى الى الخلفية حتى يكون معي خلف الدايرة. لحتى اشوف الموضع. متل ما انا شايفين يا اصدقائي. الان راح حدد على شكل المستطيل. اضغط مفتاح الكنترول وما نحدد على المسلس. ونتوجه الى قائمة التنسيق ومن دمج الاشكال راح نختار طرح. شو راح نختار? طرح. وبتوجه الى تحرير الاشكال وبختار تحرير النقاط. تحرير النقاط. راح نجي ننقر على هيدا النقطة يلي هون لحتى نعمل الاتفافات. راح اجي الان الى هدول المقابل طبعا هاي السواعد يلي هون. هاد الساعد اليمين واليسار. لحتى يجعل من هذه القطعة المستقيمة انحناءات. يعني هاد يجعل لي منه شو? لاحز انحناء. كنترول زيد. الان لحتى انا اعمل انحناء متشابه للقطعتين. اضغط مفتاح الشيفت. وبنكر على هالنقطة. ومنحرك بهذا الشكل بالضبط. طبعا فيني انا ازغر السواعد. تمام? تمام? يعني المساحات او السعن. حسب الشكل يلي بيناسبني. واللي يكون على سبيل المسال راح يكون معانا بهذا الشكل. اترك الماوس ومن ثم مفتاح الشيفت. هاد النقطة يلي هون حتى ما يسر عندي كيرف وكسر بهذا المكان. بدي اجعل منه منحني. فباخد هاد الزراع وبنمده للاعلى. لحتى يكون معاي بشكل يعني انحناء متى ما نشايفين بالضبط. نفس الشيء النقطة يلي مقابيلا انقل لي مرة وحدة. بيزهر عندي المقبض. وبنكر مع السحب لحتى نرفعه الاعلى. بهذا المكان. لحتى يكون معي شكل المرحني. متل ما نشايفين بالضبط. الان بحدد على شكل المستطيل وبتوجه الى التأثيرات ومن الظل راح ناخد ظل الى الاعلى. ظل الى الاعلى. لحتى يبرز معاي الشكل. والظل يكون جميل جدا او يعطني تأثير جميل جدا. راح نقلل شافية ونزيد الضوابية حتى اضافية شوي. وزا حبيت المسافة كمان نزيدها فقط شيء بسيط لحتى يظهر معانا الشكل متل ما انا شايفين بهذه الجمالية بالضبط. الان راح حدد المستطيل وبحدد مع المفتاح الكونترول الدائرة اللي نحن رسمينا. اضغط مفتاح الشيفت وبحرك لي اليسار لتكون معاي بالبداية من هذا المكان بالضبط. راح اتوجه الان الى ادراج. ومن ايقونات راح ناخد خمس ايقونات بتساعد معي برسمتنا اليوم. خلني اتوجه الى وليكن على سبيل المسال فئة التحليلات. ونختار خمسة ايقونات لا على التعيين. هاي دي خمس ايقونات. انقر على مفتاح الادراج. راح نختار اللون قريب من العائلة اللونية اللي احنا هم نشتغل عليها. وليكن معاي مسلا هذا اللون. طيب. الان يا اصدقائي راح وزع الايقونات. راح نوزع الايقونات بمواضع الخيارات. وليكن عندي الايقون الاولى هون. والتاني. والتالتي. وعندي الرابعة هون. وعندي الخامسة راح تكون عندي اياها بهذا المكان بالضبط. خلني انا احدد مع مفتاح الكل هذي الايقونات. طبعا من محاذات. راح يكون في عندي محاذاة الى الاعلى. لحتى ينضبطوا معاي. وبحس ان نعمل محاذاة او توزيع افقي. لحتى يكون التوزيع متساوي لكل هاي دي الايقونات. الان راح نضغط مفتاح الشفت انا محدد على كل الايقونات. وبنقر مع الزاوية لحتى نعطيهم مساحة اضافية بعض الشيء. يعني انا كبرهم بمساحة اضافية. لحتى يكونوا معانا مناسبات لرسمتنا اليوم. بضغط المفتاح الكونترول وبنقر مع التحريك للاسفل لحتى اخد منهم نسخة تانية. راح اخد من الايقونات نسخة تانية. الان الدائرة الموجودة عندي اياها دا المكان راح اضغط عليها وبحركها للاسفل لحتى تكون معاي بهذا الشكل بالضبط. تمام. الان راح حدد على المستطيل وبنختار نسخ التنسيق ومنطبق على الدائرة. لحتى تكون معانا الدائرة ايضا بنفس الاعداد تماما. الدائرة اختار منها نسخة تانية كنترول زائد دي. وبجعلها بهذا المكان. وبنعمل ارسال الى الخلفية. نقل الى الخلفية. نفس المبدأ كنترول زائد دي. وكمان نختار نقل للخلفية. وكنترول زائد دي. ايضا نقل للخلفية. وكنترول زائد دي ايضا نقل الى الخلفية. الان كل شكلة مع بعض البعض بعمل لهم جروبات. يعني انا بضغط كنترول زائد جي. لحتى يكونوا عندي جروب واحد كل دائرة مع الايقونة يلي بداخلها. بحددهم وبختار كنترول زائد جي. الان اصدقائي بالشريحة رقم واحد رح يكون في عندي رسمة انفوغراف خلانا وسعها شوي ربما يكون في عندك بعض النصوص وما شبه ذلك. الان رح نبدأ على شكل التالي. رح انقر باليمين ونختار تكرار للشريحة. تكرار للشريحة. تمام? خلني هدول احزفهم. رح نجيبهم بعد شوي بطريقة تانية مع ارتباطاتهم. الان بالشريحة رقم اتنين رح اضغط مفتاح الشيفت. وهذا الشكل هذا الشكل رح نحركه للاعلام. وهيدي الصورة رح اضغط شيفت وبحركها لليمين. باجي لهيدي الصورة كمان نفس المبدأ من التأسيرات. رح نختار سطوع اقل. وبسحب لوحة الانفوغراف التانية. تمام وخلنا نصغرها شوي. لا تكون معاي مسلا بهذا الشكل بالضبط. رح ارجع انقر باليمين. وبنختار تكرار للشريحة. الان بالشريحة رقم تلاتة. هذا الشكل رح يخرج للاعلام. تمام? نفس الشيء الصورة رح تخرج معي كمان الى اليمين. تمام? ونفس المبدأ رح يكون في عندي لوحة انفوغراف تالتة. كمان رح نصغر ابعادها شوي. والتيكون معاي مسلا بهذا الشكل. رح ارجع انقر باليمين. ونختار تكرار للشريحة. نفس المبدأ هذا الشكل رح يكون عندي اياه بالاعلى. وعندي ايضا هاي الصورة رح تكون معاي مسلا الى اليمين. هاي دي الصورة خلنا ننقص كمان من كسافة اللونية او من سطوعة. تمام? نعطمها شوي. ونسحب لوحة الانفوغراف لا تكون معانا مسلا بهذا الشكل. وخلني صغرة فقط حتة. يعني مسلا معانا بهذا الشكل. رح ارجع انقر باليمين. وبختار تكرار للشريحة. برجع هذا العنصر بسحبه للاعلى. ونفس الشيء هاي الصورة بحركها لليمين. ومن داخل اخر جزئية عندي اياها. او اخر صورة انفوغراف عندي اياها. لا تكون معاي مسلا بهذا الشكل. ترتيب الشرعي حسب المحتويات رح يكون معانا بهذا الشكل. كيف الان رح امر عملية الربط من خلال هاي دي المفاتيح اللي رسمناها بالاسفل. حاليا رح ارجع للشريحة رقم واحد. للشريحة رقم واحد. قبل ما اقوم بعملية التكرار لكل هاي دي الاشكال. تمام يا اصدقائي? طيب. رح انقر على اول الشكل. هي اول ايقونة منتوجه الى ادراج. الى ادراج ومنختار اجراء. ونقول له انا هذا الشكل انا محتاجي يكون في معه ارتباط للشريحة رقم واحد. تمام? بالشريحة رقم واحد. الايقونة التانية رح تكون مرتبطة بالشريحة رقم الاثنين. فبجي باختار الشريحة رقم الاثنين. الان الشريحة او الايقونة التالتي عفوا رح يكون مرتبطة ايضا بالشريحة رقم تلاتة. تمام? وعندي الايقونة هون رح يكون مرتبطة بالشريحة رقم اربعة عفوا. رح يكون عنديها مرتبطة بالشريحة رقم اربعة. والايقونة الخامسة رح يكون عنديها ايضا مرتبطة بالشريحة رقم خمسة. الان يا اصدقائي رح حدد كل هدول الاشكال. اضغط كنترول ومحدد ايضا على المستطيل. بعد ما عملنا عملية الربط لكل الاشكال. بختار كنترول زائد سي. وبنجي على الشريحة التانية وكنترول زائد في. كمان الشريحة رقم تلاتة. بختار كنترول زائد في. واربعة كنترول زائد في. وخمسة كنترول زائد في. نعمل عملية ضبط جدا بسيطة وسهلة وما ضل عندي اي شيء الان بتصميم المشروع اليوم. هذا اللون او هيا ايقونة بالشريحة هولا ما راح يكنها ظهرة. فلا هيك انا بروح الى تنسيق ومنختار من لون الرسم بلا تعبية. شو بنختار? بلا تعبية. وهي الدائرة مع الايقونة بنكر عليها وبسحبها على هاد المكان. بالشريحة رقم اتنين. بالشريحة رقم اتنين. هيدي الايقونة ما راح يكنها ظهرة. فلا هيك انا بختار الى بدون تعبية. شو بختار دون تعبية? وبضغط مفتاح الشيفت وبحرك المستطيل على هاد المكان. ونفس الشيء بجي بختار هاد الشكل. مع الايقونة بضعهم بهذا المكان. ونتوجه الى الشريحة رقم ثلاثة. هاي الايقونة بالشريحة رقم ثلاثة ما لازم يكون نظارة. فمنختار الى بدون تعبية. اضغط مفتاح وبحرك المستطيل الى اليمين كمان. لحتى يكون معي هذا التدرج او هذا التموج. هذا الانحناء بهذا المكان. وبنكر وبسحب لحتى اضع الايقونة مع الشكل بهذا المكان. بالشريحة رقم اربعة نفس المبدأ هاي الايقونة بيكون عنديها بدون لون. وكمان بنكر مع السحب لحتى انا اجعل الانحناء يكون مقابل لهذا او بهذا المكان. ومقابل لهذا الشكل. والشريحة رقم خمسة نفس المبدأ بالضبط. هاي دي بتكون عنديها من تنسيق بختار لها بدون لون. هاي دي بلا تعبية. تمام? واضغط مفتاح الشفت وبحرك لي اليمين لحتى تكون معنا الان بهذا الشكل. وبنكر مع السحب لحتى نحن نموضع رسمتنا بهذا الشكل. نتوجه الان الى انتقالات. وبنختار تحويل تدريجي. تحويل تدريجي. وبختار تطبيق على الكل. وخلني اضع المدة الزمنية وليكن عندي اياها. واحد ثانية وتطبيق على الكل. الان نحن لو شغلنا المشروع كيف رح يكون جمالته. لما رح نشغلهم. هذا طبعا نحن موجودين بالخيار رقم واحد. تمام? وهي دي رسمة الانفوغراف يالي عمالي من قدمها. لو نقلنا على الشكل التاني. رح يكون معاي الان التقدم بالشريحة بهذا الشكل. وشفنا الصورة كيف راحت. وكيف رسمة الانفوغراف راحت. وتحولت معي الاشكال انه نحن بنعبر انه انت نحن بنتواجدين وين? بالشريحة رقم اتنين. نفس الشيء لو نقرنا على الشكل التالت. والشكل الرابع. والشكل الخامس. بهاي دي الجمالية. بامكانك ترجع الى اي عنوان بتختاره. الى اي عنوان بتختاره. تمام? رح يكون معنا بهذه الجمالية. وبهذا الشكل يا احباب القلب. بكل بساطة من خلال تأثير مورف. من خلال رسم اشكال بسيطة. ومن خلال انحناءات. فينا انطلع مشروع متكامل. يعني بيعبر لي عن التقدم بالافكار. من خلال ازرار. ومن خلال الجمالية. رائعة جدا جدا. مثل ما نشايفين بالضبط. اتمنى ان شاء الله اكون بهذا اللقاء. اكون قدمت لحضراتكم الشيء الجميل. والنافع. ولاق فيكم كالمعتاد. فتكرمان. ما تنسوني من تفاعلكم. ودعمكم. وتجزوا عنا. كل خير ان شاء الله. القاكم على خير. كان معكم احمد طالح. والسلام عليكم ورحمة الله. احمد طالح.